هذا هو الإله الأضعف في الدنيا في المخلوق وغير المخلوق هو الأضعف بين الكل في الشر تبارك الله الذي يشاء الكل أن يخلص على معرفة الحقيق كل حين الآن وكل آمن إلى ذهب الداهرين آمن أولد المسيح حقا أولد يذهلني هذا الإله الضعيف إله ضعيف حتى الموت ليس عنده قدرة وليس عنده قوة ليس له مكان يسند إليه رأسه مهجر مرحل من مكان إلى مكان مضموك تعبا فقير الحال دابة ليس عنده مزود بهائم يأويه لهاث حيوانات تدفئه ليس له أب من جهة أمه مهجر مرزول مضروب محتقر مهان ليس مقبول في وطنه هذا هو إلهي الذي أحبه هذا هو إلهي الذي أتعبد إليه يختلف عن آلهة الأمم وعن جبروت القوة هذا هو الإله الأضعف في الدنيا في المخلوق وغير المخلوق هو الأضعف بين الكل في الشر لا يواجه شرا بشر ولا ينتقم من أحد ولا يحيك مؤامرات على الناس ولا يضطهد أحد ولا يكتل أحد الكف برأبته ولم يفتح فا مثل خروف سيق إلى الذبح وهكذا لم يترفض بكلمة هذا هو الإله الذي أصفه لكم لو وصفه لكم الناس التتعبدون له بتلحقوا زعيم ضعيف بتلحقوا واحد شنتف ما معه قرشب جيبته إذا بتقولوا لي إيه بدي حط علامة استفهام على كلمتكم إذا عم تحكوا صح ولكن رغم هذا كله نركع نزحف تحت أرجل هذا الضعيف أتعرفون لماذا أنا أعرف تماما لأن هذا الإله العظيم في ضعفه هو مثالك الأقصى وهو الذي حررك من كل قوة من دنيا الأرض كل الناس بدك كل شيء على هالأرض بكل قواه ولكن هذا الإله ما بده شيء من كل هذا ويقول الكتاب المقدس وأنهي حتى عيدكم بكلمتين ولما حال ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة ليس من رجال تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني فلست بعد عبدا بل أنت ابن وأنت به وارث وبيقول بالحرف الواحد قال ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا يا أبا الآن مثل ما من عيّة الولد الصغير في عيّة لبيو أبا 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 مما مما هاي دي الكلمة موجودة هون مش يا أبا الآب الآب ما عنده أب ولا يا أبا الآب ما غلط أبا أبا الآب ليه إذ لست بعد عبدا بل أنت ابن وإذ كنت ابنا فوارث لله بالمسيح فهذا الإله الضعيف نهاية مطافه أنه أعطاك ما لا يسلم منك أعطاك قيامة وملكوتا أعيذكم بهذه الكلمات وأتمنى لكم أن تكونوا على شاكلة إلهكم ضعفاء بالشر والذي يكون ضعيفا حتى الموت بالشر يكون الأقوى لأن الحب أقوى من الموت ونستمر فيه القياميون ولد المسيح وفقه ولد الأقوى من الموت ولد المسيح وفقه ولد المسيح والذي يكون لديه مالذي يقول لك الأقوى من الموت اشتركوا في القناة